أعلى وسهل بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمع الرتانة في المملكة العربية السعودية كابتن فهد الرايفل كابتن محمد الدائع هم ضيفاء حلقة الليلة اندونيسيا والسعودية وشوف التقريب في مباراة ماطرة أعاد المنتخب السعودي الابتسام للجماهير الوطن وعشاق السقور حينما تغلب على نظيره الاندونيسي في جاكرتا بهدفين لهدف ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2015 البداية لم تكن موفقة للمنتخب السعودي حيث استقبلت شباكو هدفا مبكرا بعد كرة من خلف المدافعين لم يستطع كامل الموسى تخليصها لتجد المهاجم الاندونيسي سالوسا الذي وضعها على يمين وليد عبدالله ليرد المنتخب السعودي سريعا بهدف التعادل الذي جاء عن طريق عرضية سلطان البيشي من الجهة اليمنى ليستقبلها يوسف السالم برأسية عنيفة لم يستطع الحارس الاندونيسي أن يقاوم قوتها لتلج شباكه هدفا أخضرا يهيمن المنتخب السعودي على أجواء المباراة وظهور لافت لفهد المولد وايحي الشهري الذين أزعجت دفاعات الاندونيسية بتحركاتهما كرة متبادرة بين الشهري والمولد تنتهي لقدم تيسير الجاسم الذي سدد قوية ولكن الحارس الاندونيسي كان في المكان المناسب وأنقذ الموقف ليرد الاندونيسيين بكرة عرضية يستقبلها سيرجو لكن وليد عبدالله كان في الموعد وألغى خضورة الكرة في الشوط الثاني ضغط المنتخب السعودي بحثا عن هدف ثاني وهذا ما تحقق بعد مرور عشر دقائق فقط عندما أرسل سلطان البيش كرة عرضية بالمقاس على رأس يوسف السالم الذي عالجها في الشبكة الاندونيسية يواصر الأخضر الضغط ويتولى تيسير الجاسم مهمة إرباك الحارس الاندونيسي بالتسديد من خارج المنطقة في أكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح الدقائق الأخيرة تشهد ضغطا اندونيسيا بغية إدراك التعادل لكن دون فائدة لينتهي اللقاء بتفوق سعودي أوصله للصدارة بست نقاط فيما بقي المنتخب الاندونيسي دون نقاط في المركز الأخير فهد أبدأ معك كيف شفت المباراة فنية قبل ما أتكلم فنية نجب أني أوقف عند نقطة مهمة وهي نقطة الروح والحماس اللي كان ظاهر على اللاعبين كمجموعة تستحق لهم فأعتقد أنها هي الركيزة الأساسية لانتصار المنتخب اليوم أنا أشوف أن الروح تبدلت في المنتخب العمل والنجاح صار لمجموعة وهذا اللي أنا أتمناه من وسطنا الإعلامي أنه يقول كلنا مع المنتخب لا يفرد أحد لا يجيني أحد بكرة يقول والله السالم يوسف جاب هدفين بيروح للهلال فنبدأ نتكلم ويصير انقسام ويأثر على اللعيبة نفسيا الروح والحماس تأتي إذا كل واحد أخذ حقه إذا كان الإشادة للمجموعة لأننا نلعب لعبة مجموعة ما نلعب لعبة فردية للشخص ما فعشان كده أنا أقول لك أنه كان واضح من المبارتين كان هناك عمل من الإدارة من الرئيس الاتحاد من مدير الكرة والمشرف على كرة القدم هناك تهيئة جميلة هناك صفانية لكثير من النجوم في الملعب لذلك أنا أحس أن الكل يبحث عنه ليش؟ عن العمل الجماعي والإشادة الجماعية هذه النقطة الأساسية التي أعتقد فجة نظريت خطين خفزين في المئة أرجع الأشياء الفنية رغم البداية السيئة للمنتخب لما أقول بداية سيئة أن يولج في بابك هدف مبكر أمام هذه الجماهير الكبيرة أعتقد أنه تأثير خاصة تعرف أن اللعب السعودي في الأجواء الماطرة لا يعطيك هذاك العطاء الجيد يكون هناك تخوف عدم حسن تعامل للكرة والجسم في الملعب لكن لله الحمد هذه الروح وهذا الحماس وهذا التشكيل الجيد وهذا التكتيك المناسب على اللعبة اليوم أشيد بمدرب المنتخب يعني لما تشوف المنتخب ما هو بس في الطريقة حتى في التوظيف أنا أشوف اليوم يلعب المنتخب أربعة خمسة واحد تقدر تقول أربعة ثنين أربعة لأن لما أشوف العابد وأشوف فهد المولد ما شاء الله تبارك الله كأننا كأنهم يلعبون أربعة مهاجمين في ظل السالم ويحي الشهري يعني خلف السالم أعتقد المنتخب كان متجانس كان متكامل من كل طريقة أنت تبغى تلعبها في ناحية تغيير التكتيك أنك تكون مهاجم في ناحية أنك ترجع يعني اليوم كان المنتخب متكامل كان هناك تألق من كثير من النجوم ما كان يخاف على المنتخب وهذه جزئية في المباراة خاصة في نهاية الشط الأول ونهاية الشط الثاني كانت في الأخطاء الباصل للعبة الوسط تجعل هناك هجمة مرتدة ما لها داعي أي نعم وتخليك في نوع من القلق للمنتخب ولكن الأداء الجماعي اليوم الفريق دخلك كل لجو المباراة لما تلعب جماعي الفريق تنقل الكرة لكل المجموعة أعتقد أنك تعطيك ثقة في النفس تعطيك محافظة على اللياقة يكون الخصم هو اللي يجري وراء الكرة أكثر منك هذا ما شاهدناه اليوم اليوم أنا يعني أبغى أقاطعك بس أبغى أسألك عن منصور الحربي تحديدا سلام عليك منصور الحربي لاعب أخطأ بداية المباراة خطأ وكلف هدف لكن عودة قوية جدا لخلنا نقول فورمة المباراة وكاننا قاعد يقول للمشاهد أوكي أنا غلط غلطة أبعوض عن هالغلطة 86 دقيقة من المباراة يعني قدم 86 دقيقة لا يمكن تشك أنه هذا اللاعب أخطأ بداية المباراة شوف الكبتب منصور أنا أتعب إذا ما دحته يعني ما ألقى كلمات كثيرة أقولها لهذا اللاعب اللاعب الوحيد في المنتخب اللي ثابت أداءه بالمنتخب وبالنادي طوال الموسم وين الأرق والإرهاق والضغط والمباريات اللي تكلموا عنها عند منصور ما هي موجودة اللاعب أنا أشوف أنه رجع أيام محمد عبد الجوات تبغى يوهاجم وهاجم من الصعب أني أقول منصور عنده نقطة ضعف إمبراشاته جيدة توقيته سليم يعرف متى يطلع للهجمة متى يفتح في اللعب متى يمشي بالكورة عنده توغلات جيدة عنده عكسيات جيدة من الصعب أني أقول ما شاء الله تباركه يقتو عالية دفاعية من الصعب أنك تروح منها يعني ما شاء الله تبارك الله العودة للمبارات يعني هذا النوع من المهارة أنك ترجع بعض غلط أكيد هذه ثقة كبيرة وتعود وقدرات لدى اللاعب هي ما تأتي أنك شتحي لك لا أكيد فيها قدرات أكيد لديها إمكانيات هائلة الثبات المستوى هذا الذي لا يعرف فريق صغير فريق كبير منتخب نادي هذا هو المستوى ما شاء الله تبارك الله على كل ما هو منصور الحالة بس أنه أفضل لاعب عندي عن جزئية الغلط ولو رجلت كريري تيسير يحيا سلطان البيشي اليوم من أفضل مبارياته صراحة لا بعكسياته الهدف الثاني إعجاز هذه الكورة المفاجأة التي يحتاجها رأس الحرب ما هو لازم تروح للخط وتعكس هو عرف كيف يموه كيف يدخل كيف يعكسها أنت فهمت عليه كان نوع من التفاهم موجود أنا أقول لك اليوم كلهم نجوم لن أستثني أحد لما أشوف اللعب جماعي لما أشوف هناك روح موجودة لما أشوف هناك توظيف سليم من المدرب حتى المدرب يعني حلاف تغييراته حتى قراية اللعب والتغييرات كانت جيدة الحقيقة محمد أقول لك شيء أول شيء هني اللاعبين صراحة على الروح القتالية التي اليوم شفناها يمكن اللعب السعودي الحمد لله الدوري السعودي أنه دائما اللقات الجماهرية أنك تشوف مباراة حلوة أعتقد أنه شفت الجمهور 88 ألف متفرج والأمطار أعتقد أن المنطقب السعودي اليوم يمكن الشوطة الأول جميع المحللين أنهم انتقدوا التنظيم اللي اللعب عليه المنطقب أعتقد اليوم فيه طريقة خطة وفيه طريقة أنت لما تشوفه العابد يمكن ما ظهر العابد بالشوطة الأول لأنه قاعد يطبق تكتيك مدرب فاعد المولد لانقطعت منه الكورة شف كيف الرجع على طول أنه يساند البيشي سعود كريري النواحة الدفاعية التيسير والتنظيم أعتقد هذا كله شغل مدرب وتطبيق لاعبين اليوم بس اللي ينقص المنطقب التنظيم الدفاعي التنظيم الدفاعي لا في أول المبارات ولا في آخر المبارات أعتقد أسامة هو كامل يمكن تكرر سواء مع الأهل أو مع المنطقب الأخطاء هذه أنهم دائما يرجعون وراه أنت دائما تقول ما بين رئيس الحربة وما بين السناترة وأنه ثلاثين متر فقط عساس ما توجد المساحات للفريق الخصم الفريق الاندونيسي صحيح أنه مستوى ويعني ما بداك المستوى أنه أعتقد 11 لاعب ما لعبوا مبارات العراق اليوم غير 11 لاعب تشكيلة جديدة أعتقد هذه بعد ساعدتنا كثير أنه أننا نقدم مستوى طيب لكن أرجع للمبارات المبارات صراحة لطرقة أحدافه ولد نجم صراحة اللي هو يوسف السالم يمكن الكثير من القاد أنهم يطالبوا من نايف الزازي قبل المبارات لكن أثبت يوسف السالم اليوم أنه رأس الحرب القادم يحيا لكثير الناس طالب فيه أنه من زمان اليوم أعطاه المدر فرصة أعتقد شفنا يحيا وطريقة لعب وصلنا على الألعاب الألعاب دون مولد سراحة يمكن هذا المستقبل الكورة السعودية أنك لما تشوف لعبه شباب وتطبق تكتيك معين طلبه المدرب منها أعتقد هذا الحمد لله تقول هذا فعلا بحاجة ثقافة اللاعب لأنه الاحتراف إذا ما عندك ثقافة لا يمكنك تطبق طريقة مدرب تعرف اللاعب السعودي دائما يبغى له تطبيق ما هو تنظير يعني فيه فرق بين التنظير وبين التطبيق اليوم شفنا يمكن طريقة لعب مختلفة اللي هي أربعة اثنين ثلاثة واحد تطبقت بحذاريفة لا الشيط الأول ولا الشيط الثاني شي طبيعي أنك لما تلعب قدام ثماثة ثمانين ألف متفرج أنك تظهر بمستوى اللي ظهرت واليوم تعرف الحمد والروح والقتلية والمهارة فعلا المهارة تفوقنا اليوم والمهارة اللاعبين صراحة يعني المهارة حق اللاعبين اليوم لا فاد الملد ولا نواف العابد ولا يحيا ولا يوسف أعتقد أنه عشرة العشرة صراحة اليوم التنظيم الدفاعي لكن نشيد بالمدرب بعد برضو وانتقدناهم برات الصين وانتقدناهم برات ماليزيا لكن اليوم طبق طريقة اللاعبين طبقوها بعد فئر وأتمنى السبع شهور الجاية والستة شهور الجاية أن نشتغل أكثر على النواحي الدفاعية لأنه كنت تقابل ما هو طموحنا أن ندخل كاس آسيا طموحنا أن نحصل على كاس آسيا لأننا أبطال آسيا في الماضي ولكن مع الدفاع هذا أعتقد أن تلقى صعوبة ولا بد أن المدرب مثل ما يشتغل على الوسط ويشتغل على الهجوم وبالطريقة الحلوة هذه كلها أنه لا بد أنه يشتغل على أسامة ويشتغل على كامل لأنه والبيشي أعتقد أنه واحي الهجومية عشرة على عشرة لكن النواحي الدفاعية يمكن لا بد أن يرحل كيف شفت حراس المرمى اليوم؟ حراس المرمى وليد غني عن التعريف أعتقد أنه وليد ما شاء الله يمكن صحيح أنه الهدف يقوم ما تفاعل مع الهدف أنت تعرف يالله يبينك ربع ساعة لأساس أنك تدخل جو المباراة بالذات حراس المرمى لكن من أول أربع دقائق أعتقد أنه ما يلام وليد اللي يلام البيشي والتغطية اللي صارت هو الحرب منصور ولكن مثل ما قلت أنت لاعب يخطي ويعطيك نجمية في المباراة أعتقد هذه هي الثقافة اللي حنم حاجتها فهد يوسف السالم هو مثال للعب اللي زي ما يقولون جوعان يعني يبغى فرصة ولما جاءت الفرصة يقول للناس أنا الشخص المناسب أو اللعب المناسب في المكان المناسب وجه رسالة يوسف السالم أنه هذا المكان أنتم بس عطوني فرصة وتركوا الباقي عليه كلامك سليم دعني أجيبها براية ثانية أنه الفرق بين ريكارد ولوبيز أنه لوبيز يأتي بالتكتيك اللي يناسب الأدوات عنده اللي يناسب اللعب ما أجي أنا ريكارد وأجيب خطة أوروبية زي هولندا ما تلعب وزي كده تناسب أدواتي ولا ما تناسب لعيبتي لوبيز اللي يعجبني اليوم صحيح أن أندونوسيا ما هي مقياس للمنتخب السعودي وترحنا نتكلم عن أندونوسيا ترحنا أندونوسيا أول على أيامنا الثمانيات والستات تغيرت وتطوروا نحن كنا نقول تطورنا لما نفوز نقول فريق المنتخب ضعيف ما هو صحيح المنتخب الاندونسي تطور والمنتخبات شرقاسية تطورت كلها نحن نتفق على هذا الشيء لكن اللي يعجبني في الوبيز أنه أختار الجاهز وظف توظيف جميل في الملعب خاصة أنك تلعب خارج أرضك وأمام جماهير غفيرة فلذلك أنا أقول أتفق معاك أنه الجاهز في الدوري هذول اللعبة كانوا موجودين أيام ريكارد وينهم يحيش شهري ما كان موجود أنصاف هذا اللعبة كانوا موجودين لكن أتى المدرب اللي قال الجاهز هو اللي يلعب طيب خلينا نشوف تقرية تحدث عن مدربين المنتخبين المنتخب الاندونسي والمنتخب السعودين تعمل لوبيز كارو ورحمان دراموان وجها لوجه في لقاء انكسب فيه الأسباني النقاط الثلاث وأكد صدارته للمجموعة عندما اعتمد على غزو الأطراف الأندونسية من خلال السريعين نواف العابد وفهد المولد ونجح بذلك حينما استغل يوسف السالم عرضية البيشي وسجل الهدف السعودي الأول ردا على هدف السبق الأندونسي الذي جاء من كرة طويلة وخطاء دفاعي حيث عزى رحمان دراموان للاعبيه الاستمرار في لعب الكرة الطويلة أملا في تكرار الأخطاء الدفاعية ولكنه لم ينجح في مضاعفة النتيجة في الوقت الذي نجح فيه لوبيز وواصل الاعتماد في الشوط الثاني على الكرات العرضية التي جاء منها هدف الفوز بنفس طريقة الهدف الأول مع وجود اختراقات عدة للمتألقين يحيى الشهري ويتيسير الجاسم اللذان كادا أن يزور المرمى الأحمر في أكثر من مناسبة لولا براعة الحارس الأندونسي ليستطيع لوبيز كارو الظفر بالنتيجة والتغلب على المنتخب الأندونسي وعلى ظروف المباراة الصعبة مدربين فهر ما في شك أنه هناك فرق كبير هذا مدرب جديد أعتقد كان توم تغير وجاء حق قندونسيا لكن أنه لوبيز الحقيقة أنا كل احترام بارية المباريتين التي قدمها مع مباراة ماليزيا أعتقد أنه المدرب تقرأ أفكاره حتى في تغييراته اليوم المنتخب السعودي كان يحتاج أكثر من اللاعب يجيد التصويب الاستغلال أرضية الملعب الماطرة الكثافة العددية الموجودة من العدد للمشاهد يمكن لبشوط الثاني تيسير الجاسم الوحيد الذي يصوب هناك رسالة خاصة لفهد المولد أتمنى أن لا يركز على تصناعة اللعب أكثر لأن اليوم في ثلاث كورة أو كورتين كان بإمكانه يخلصها فكر في تصناعة اللعب أكثر من أنه قد تحتاج تصويبات تحتاج السالم يلعب في الأرض أن نصلح بعض الأخطاء وأنا أعتقد في ظل هذا المدرب ظل اللعيبة التي يتقبلون النقد أعتقد أنه سنشاهد أفضل من هذه الأشياء اللي أنا عاجبني أن المدرب عرف كيف يوظف يعني من زمان ما شفت تيسير وكاريري وأنت تلعب خارج أرضك تشوف العابد تشوف مثلا يحي الشهري تشوف مثلا فهد المولد يقومون بدوار دفاعية وهجومية مدرب كان يعرف أن شرق آسيا عندهم خطورة في الأطراف لما لعب مثلا العابد ولعب هذا المولد هناك ضغط هناك لعب مهاري ولديه حلول فردية وسريع ولياقه وشباب يعني لديه نشاط فيقوم بالدورين مهم ما شفنا اليوم اللعاب الأطراف ولدى الاندونسيين ما شفنا نظرتهم يتقدمون بسبب هذا التكتيك المطلوب لذلك كان تغييراته في محلها حتى قرايته لتغيير العابد وخروجه ودخول سالم كان يعرف لما تقدم منتخب السعودي سيضغط المنتخب الاندونسي يبغى لك واحد سريع في الهجمات المرتدة وحلول فردية يستغل الفراغات الموجودة الحقيقة أنه أنا أشوف أنه مدرب يعني جيد وعرف يتعامل مع هذا الفريقين صحيح ما هي مقياس حقيقي لمنتخب السعودي صحيح إن شاء الله ستكون المنتخب العراقي إذا قدمت مستويات كبيرة أقول أن هذا المنتخب هو منتخب أحلامنا منتخب المستقبل للكرة السعودي حمد أنا أقول المدرب طبعا صراحة يمكن اليوم شفنا طريقة لعب شفنا التغييرات حتى التغييرات اللي في آخر الوقت يوم ينزل عسيري ويحطه محور مع سعود كريري وينزل هزازي بآخر دقيقتين يمكن الكل انتقده قالوا لي كيف ينزل اللاعب بحجم نايف هزازي دقيقتين نايف هزازي أن الفريق الاندونسي تعرف يدور على الفاولات اللي قريبة إلى 18 أستلعب الكرات العرضية طبعا ما فيه أسامة اللي يمكن أطول واحد طبعا على العمود الأول دائما أنه يجي دائما أفضل واحد يضرب رأس عندك أعتقد تنزيل تبدقيقتين هذه ممكن أنه فاتت المنتخب لو جت فاولات ومفلات المدربة الاندونسي أنا صراحة ما أدري 11 لاعب أمبارات العراق وجاي منبك هدف آخر خمس دقائق ومقدم مستوى طيب وكل شي أجي اليوم 11 لاعب مغير يعني ولا لاعب لعب تروا اليوم اللي اللي لعبوا قدام العراق وهذا أعتقد أنه ما أدري أنا مدرب ما أدري شي حسبية صراحة أنه من المبارات أنت كويس وبرى أرضك وخسران واحد صفر بآخر خمس دقائق من المبارات تجي تغير اليوم 11 لاعب هذا ما أعتقد أنه بالعالم مدرب أنه يسويها لكن أنا أقول المدرب هذا إذا أعطى فرصة وهم شي البرنامج يعني لما تقعد ستة شهور أنت ما تلعب ولا مبارات لأنه تعرف الفرق الأربع مشاركة بالأسوية وعندك ضغط الدوري أتمنى أنه تصير جدولة لسبع شهور هذه لأن الفريق هذا بحاجة يمكن تقريبا تقريبا حدود ثلاث إلى أربع مباريات إذا إحنا نبغى كساسية والنافس اليابان والنافس إيران والنافس كوريا الشمالية والجنوبية أنه لا بد المبارات الودية القوية مع التشكيلة هذه ومع المدرب هذا أعتقد أنه رايح نرجع كأبطال العاسية إن شاء الله طيب خلينا نشوف التقرير يتحدث عن أبرز نقاط التحول في المبارات موسيقى تحت زخات المطر الغزير وعلى الأرض وبين الأنصار ورغم مفاجأة سالوسة في أول دقائق المبارات إلا أنها حضرت انطلاقات سلطان البيشي ورأسيات السالم ومهارة يحيا والعابد وسرعة المولد وقذائف تيسير بالإضافة لتمركز القائد كريري في منطقة الارتكاز وبتواجد السد العالي هوساوي في مناطق الأخضر الدفاعية وإلى جانبه كامل الموسى شوط أول ظهر فيه نجوم الأخضر بشكل جيد إذا ما أخذنا عامل الأجواء الذي اعتاد عليه أبناء الشرق بعين الاعتبار الشوط الثاني يشهد كلاكيت للمرة الثانية ورأسية السالم تحدث التحول بعد عرضية البيشي وقذائف المنجنيق تتوالى الأخضر يستحوذ على جميع مجريات الشوط وسالم الدوسري وأحمد عسيري ونايف هزازي بدلاء للعابد ويحيا والسالم وسالوس الأندونيسي يزعج الدفاعات الخضراء في الدقائق الخمس الأخيرة التي احتسمها الحكم الكوري الجنوبي وبالنهاية يخرج منتخبنا السعودي بالنقاط الست ودرجة الكاملة ومتصدراً للمجموعة هذه أفرز نقاط التحول في المباراة الفبروك للمنتخب السعودي سبورت كليب للأخضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ياكم الأصباح ما شيني العين وانتخبنا اليوم واختر عن طريق ياكم الأصباح ما شيني العين وانتخبنا اليوم واختر عن طريق وانتخبنا اليوم وانتخبت للمننتخب وانتخبني لا يعرف القضى من هذا فيك وعص القصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث المطلوب مدرب النموذج يؤكدنا العامل النفسي هو الفيصل لتحقيق لقب زين ولا أجيد لعبة التخدير الإعلامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة